هلو افريوان اهلا وسهلا بكم في قناة مستر خالد طايع النهاردة ان شاء الله هناخد المراجعة النهائية للصف السادس الابتدائي يونت ايت ان دوناين الوحدة التامنة والتاسع ان شاء الله معانا النهاردة ستين سؤال لن يخرج عنهم الامتحان لن يخرج عنهم الامتحان احنا عملنا مراجعة قبل كده اللي هي في الشهر اللي فات لسنة خامسة وستة ما خرجش عنها الامتحان وان شاء الله في المراجعة دي بازن الله تعالى لن يخرج عنها الامتحان يلا بينا خلينا نبدأ ويا ريت لو حضرتك بتتبعنا اول مرة ما تنساش تشترك في القناة وتفاعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ولو مشترك معانا في القناة ياريت لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس يلا بينا خلينا نبدأ مع السؤال الاول السؤال الاول space to the front mona space يعني نظر ممكن تلاقييني بيقولك نقط او اقولك space to the front mona هنا دي جملة امرية بتقولها يعني تعالي الى الامام او الى المقدمة يا mona فدايما الجملة الامرية بتكون بمصدر الفعل بمصدر الفعل يقولك مثلا study your lesson ذاك بدروسك come to the front تعال امام ولما يكون بننفيها بننفيها بدون تق زائد المصدر don't play in the street don't play with matches وهكذا يبقى هنا هناخد مصدر الفعل اللي هو مين كم لاني عندي كيم ماضي وكمزة طبعا ده مضاف له اس وكمن مضاف له اي اني جي وكم ده اللي هو ايه المصدر فحنا هنختار مين كم السؤال الثاني as base is a school for very young children school يعني مدرسة for very young children اللي هما الاطفال الصغار طبعا الاطفال الصغارين بيروحوا فين بيروحوا عندنا الكندر جارتن اللي هي الحضانة عمرهم ما حيروح مثلا هو hotel ولا library ولا zoo فالاجابة عندي kindergarten طبعا hotel فندق library مكتبة kindergarten اللي هي الحضانة وزوح حديقة ايه الحيوان فالاجابة عندي kindergarten السؤال اللي بعده i can't write that word انا لا استطيع ان اكتب هذه الكلمة it is too space انها تكون ايه جدا hard easy fat thin طبعا هنا الاجابة عندي it is too hard too hard معناها صعبة ايه جدا السؤال اللي بعده نور built a space on the beach last summer يعني نور هنا بيقول لك نور بنا هنا الفيرب في الماضي الفعل في الماضي نور بنا ايه على الشاطئ last summer الصيف الماضي يا طلبانا sandy castle ولا butterfly ولا bubble ولا basketball basketball بابل فقاقية او فقاعات بثر فلاي فراشة ساند كاسل اللي هي قلعة من الرمال فهنا الاجابة عندي نور بلت اه ساند كاسل السؤال اللي بعده I could cut space a heart احنا خدناها اللي من دينا في الدرس اللي هي cut out a heart cut out a heart معناها يقص تمام على شكل ايه قلب فهنا الاجابة عندي ايه اوت قط اوت السؤال اللي بعده هي كانت تستطيع ايه الفقاقيع عندما هي كانت صغيرة طبعا الاجابة عندي هنا ينفخ ايه الفقاقيع السؤال اللي بعده كلمة بيل اللي هي معناها يقشر بلو ينفخ معناها يمسك او يصطاد وكلمة بلد معناها يبني فهنا هنختار ايه بقى معناها هو بيمسك الفراشة في الصباح طبعا نخلي بالنا يا شباب هنا عندي الفرد وضف له اس ليه لاني هنا الفاعل مفرد هي طيب ليه مستردفنا اس ما ضفناش اس بس لان الفعل اساسا انتهب من بسي اتش والفعل ما بنتهي عندي بس اتش او بس اتش او بو او او باكس او باس اس بضف له ايه بضف له اس نخلي بالنام المعلومة دي يبقى الاجابة عندي ايه كاتش اس اسوالي بعدو ماي سستر كان ماي سستر اللي هي اختي تستطيع ايه زا الفا بت الفا بت اللي هي حروف الهجاء سي ولا بلو ولا كاتش ولا سكب سي يعني يقول بلو ينفخ كاتش يمسك او يسطاد سكب معناها ايه ينط او يتخطى سكب طبعا هنا هنختار يا بقى ماي سستر كان ها سي زا الفا بت السؤال اللي بعدو ماي ينج سستر اخت الصغيرة كان نقاط تو تن تستطيع ايه الى عشرة كاونت ولا كاتش ولا كط ولا كيك طبعا الاجابة هتختار ايه كاونت تو تن كاونت تو تن معناها يعد الى ايه الى عشرة السؤال اللي بعدو خالد is not an orange خالد يكون ايه برتقالة بلاين بلدن بيلن سبيكن تمام هنا هنختار ايه بقى كلمة يقشر اسمها بيل اللي هي معناها يقشر بس هنا الجملة عندي في زمن البرزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر اللي هو بيتكون من ام او از او ار والفرب بمضاف له اي 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 جي هنا خالد مفرد فعشان كده اخد معاه از بعد كده هياخد الفعل البيل اللي هو يقشر مضاف له اي 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 جي تمام فتبقى خالد is peeling and orange السؤال اللي بعدو when i was little i space ride a bike when i was عندما انا كنت little صغير i space ride a bike طبعا هنا عندي can وعندي could can to don't نخلي بانا انا عندي can بنستخدمها في المضارع للتعبير عن القدرة على فعل شيء في المضارع و could تستخدم للتعبير عن القدرة فين في الماضي هنا الجملة في الماضي was when i was لما انا كنت صغير يبقى i a i could نخلي بانا يا اولاد يبقى هنا طالما الجملة في الماضي هاختار مين هاختار could i could ride a bike السؤال اللي بعدو when i was five عندما هو كان عنده خمس سنوات he's based english برضو هنا الجملة ايه في الماضي اهو عندي was يبقى هنقول هنا he can ولا he could برافو عليكم هي بقى هنا ايه he could يبقى he could read english when i was five he could read english سأل بعدو when i was little عندما علي كان صغيرا he could space to ten هو يستطيع انه هو يعد العشرة لسه قاليني المعلومة قاليني بعده could باجي الفعل فين في المصدر يبقى count to ten he could count to ten السؤال اللي بعدو when kareem was little عندما كريم كان صغير he space speak english he can ولا could ولا can ولا is طبعا is مش هتستعمل معي هنا في الاجابات ولا can تمام هنختار مين بقى ها نخلي بقى النا was في الماضي هوين كريم was little لما كريم كان صغير يبقى هي ايه he could هي ايه could speak english السؤال اللي بعدو سؤال اللي بعدو اس بس ال يسطر دي سو اي ستيت ات هوم هننخلي بقى اخوانا يعني هنا عكس بقى معايا جاب لي الفعل اللي هو اللي هو بي مش موجود تمام بس دللي عني استخدم مين سواء ان كان هستخدم ام او از او ار او وز ازاي بقى من خلال الجملة التانية او الشق التاني من الجملة الشق التاني عندي فين في الماضي i stayed يبقى هنا ما ينفعش اقول i am ولا i is ولا i are لاني i ما بتجيش لا مع r ولا مع is هي بتجي مع am وبتجي مع مين مع was في الماضي وام في المضارع يبقى ايجابتي منحصرة بين am و was يبقى انا نبص بقى اشوف الفعل فين في الماضي يبقى i was stayed at home السؤال اللي بعدو when you were little when you were little لما انت كنت صغير not catch a butterfly نخلي بنا بقى هنا من ايه يا مصدر ان هنا عندي علامة استفهام ده سؤال ده ايه سؤال السؤال بقى بيتكون ازاي ها من الفعل المساعد والفاعل والفعل في المصدر الفعل المساعد عندي هنا مين يكان يكد يكان يمين يكد يبقى حنبتدي اما نقول can you catch او could you catch بس ابص بقى اشوف الجملة عندي هل هي مضارع ولا ماضي هنا when you were little هنا الجملة فين في الماضي يبقى حنستخدم مين could you catch a butterfly يبقى الاجابة عندي هتكون مين could you السؤال اللي بعده I tried to catch a butterfly انا حاولت ان انا امسك فراشة but I ولكن انا ايه ها could ولا couldn't بقى نخلي بانا ازاي نعرف هننفرق بقى هنختار could ولا couldn't ازاي يا مصدر هنا انا عندي بط بط دي معناها ولكن بطرب الجملتين بينهم تناقض ازاي يعني مش فاهمين يا مستر وضع اكتر ماشي يعني هنا الجملة دي مزبتة يبقى الجملة التانية منفية الجملة دي لو كانت منفية يبقى التانية ايه مزبتة على طول I tried to catch a butterfly حاولت ان انا امسك فراشة بط ولكن I couldn't انا لم استطيع I couldn't يبقى هنختار هنا مين couldn't نخلي بانا يا اخواننا معلش احنا بنشرح بالتفصيل عشان الناس حتى لو مكنتش يفاهم القاعدة تحاول ليه تفاهمه من خلال التمارين السؤال لبعده احمد كودنت بلاي باسكتبول احمد لم يستطيع ان يلعب كرة سلة بط ناو ولكن حاليا تمام هي سبيس بلاي ات هنا عندي ناو دل المدارع بقى الان يبقى نختار مين بقى كان ولا كود ولا كودنت ولا كانت هو بيقول لي احمد ما كانش يعرف يلعب كرة سلة او ما كانش يستطيع انه يلعب كرة سلة ولكن دلوقتي هو ايه هو بيستطيع يبقى هي ايه هي كان السؤال اللي بعده سبيس رامي وزا لتل هي كود بلد اساند كاسل ساند كاسل نخلي بقى هنا طبعا حرف تي سايلنت ياولاد هنا في كلمة ساند كاسل ليه قلعة من الرمال كلمة كاسل يعني قلعة حرف تي فيها ايه سايلنت يعني الصامت ما بننطقهوش نكتبه ومننطقهوش يبقى هنا هناخد هاو ولا وط ولا وير ولا وين طبعا احنا هناخد هنا مين هناخد وين ليه مصطر هنقول وين رامي وزا لتل عندما رامي كان صغير مالو بقى هي كود بلد اساند كاسل هو كان بيقدر يبني ايه قلعة من الرمال السؤال اللي بعده هل انت تحب ايه الاصدقاء طبعا هنا هناخدار مين نخلي بقى هل انت بتحب تمام هل انت بتحب انك تكون صدقات طبعا هناخدار مين بقى ميكن سؤال لبعده ماي مازر والدتي او امي سبيس اس اس عليس سيقول اني امي ايه صورنا القديمة بتاعت الحضانة سبوك ولا ميزد ولا موفد ولا شاويد طبعا هناخدار هنا مين شاود اللي هي معناها عرضت او وضحت يبقى حناخدار لكنا امي عرضتنا او عرضتنا او اعرضت لنا صور قديمة للحضانة بتاعتنا يبقى هناختار كلمت مين شاود طبعا احنا ما اخدناه شي للمتسبوك اسبوك دي معناها تحدث او تكلمه ده اللي هو التصريف التاني للفعل speak missed برضو التصريف التاني للفعل miss moved التصريف التاني للفعل ايه move اللي هي معناها انتقلة تمام السؤال اللي بعده it is very big it is very big يعني انها ضخمة جدا يبقى it is an enormous ولا small ولا little ولا short طالما بجي بجي هناخد كلمة ايه enormous اللي هي معناها ضخم او هائل او رائع او حاجة كبيرة يعني فعنختار كلمة ايه enormous it is an enormous sand castle انها قلعة من الرمال ضخمة it is very big انها ضخمة ايه جدا او قلعة هائلة يعني اسؤال لبعضو i didn't see my friend amr two years ago انا ما شفت الصديقي عمر منزو سنتين i space him very much طالما انا ليه سنتين ما شفتهوش يبقى انا ايه انا افتقدتو كلمتي افتقد اللي احنا ما قولها ايه i miss you much انا افتقدتك كثيرا في هناك مختار ايه بقى i miss him انا افتقدتو هو ايه very much كثيرا جدا فالاجابة طبعا كانت اندي ايه miss السؤال اللي بعضو when you moved عندما انت انتقلت نقط we were sad احنا كنا ايه حزينين او كنا زعلنين عندما انتقلت بعيدا كلمة ينتقل بعيدا اللي هي اسمها move away move away يبقى when you moved away we were sad السؤال اللي بعضو our teachers always tell us space stories مدرسينا دايما بيخبرونا قصص ايه seristy ولا hungry ولا funny ولا لاوت طبعا سيريستي عطشان hungry جوعان funny معناها مضحك وكلمة لاوت معناها ايه صاخب او عالي طبعا هنا المدرسين بتوعنا بيخبرونا قصص ايه funny يعني ايه مضحكة السؤال اللي بعدو we can eat and play at the space نحن نستطيع ان نلعب تمام ونأكل at the نقاط في في الكلاسروم في الفصل ولا في story القصة ولا break فسحة ولا photo الصورة طبعا احنا بناكل وبنشرب وبنلعب امتى يا ولاد في الفسحة او في وقت الراحة اللي هي اسمها break او break time السؤال اللي بعضو when i was little عندما انا كنت صغير i could space a word i could space a word يعني انا كنت استطيع ان اعمل ليلي الكلمة below ولا throw ولا spell ولا skip طبعا هنختار هنا مين كلمتي spell a word اللي هي تهجة كلمة السؤال اللي بعضو do you space being a pilot يعني بيقولوا هل انت تحب كونك كطائر يعني كشغل انتك كطائر مش طائر يعني طائر بيطير لا كطيار يعني كلمة pilot معناها ايه طيار انت بتحب شغل انتك كطيار فنختار مين بقى likes ولا like it ولا like ولا like طبعا نختار هنا الفعل في المصدر do you like هل انت تحب هنا طالما عندي do او does او did يبقى بينزل الفعل عندي فين في الانفناتف يعني فين في المصدر فحنختار هنا الفيرب mean like السؤال بعدو do you fly a plane not yourself هنا هنختار buy ولا was ولا for ولا on طبعا هنا دي سهل لو حلناها كتير وخدناها في الترم الاول اللي هي buy yourself معناها ايه بنفسك يعني هل تستطيع ان تقود الطائرة او تطير بالطائرة بنفسك فحنختار هنا buy السؤال لبعدو could we ask you space question يعني ممكن او هل يمكننا نحن نستق او هل ممكن نحن نسأل بعض الاسئلة طبعا هنا كلمة question دي من الكلمات الكون ولا الكلمات التي تعد تمام فحنختار معها مين نختار معها فيو لاني لتر بتاجي مع الحاجات المنفل تعدش هي وماتش تمام يبقى could we ask you a few questions طبعا والط ما تنفعش هنا لاني والط لازم بيكون ماتبوعة بمين بوف والط الكسير من وهكذا فهنا حنختار احنا مين ياولاد حنختار فيو تمام سؤال سؤال لبعضه احنا ماتبوعة بمين بايلوت السؤال لبعضه there are 50 بايلوت working for our space يعني هنا بيقول لي بيوجد خمسين طيار بيعملوا فور يعني لصالح ايه او من اجل ايه for our school من مدرستنا ولا حديقة الحيوان ولا المتحف ولا airline اللي هي خطوط الطيران for our airline لصالح خطوط الطيران بتاعتنا فهنختار هنا كلمة airline السؤال اللي بعده space female pilots work for egypt airlines يعني هنا بيسأل هنا كم عدد اللي هم الاناس اللي بيشتغلوا طيارين تمام في خطوط الطيران المصرية هنا بنسأل عن العدد هنا طبعا female pilots هنا دي بتتعدي بيانتاخد معها مين how many how many female pilots how much طبعا دي كامل كمية بنسأل بيع الكمية وهو لونج عن طول المدة وهو قفين عن عدد مرات حدوث الشيء السؤال لبعضه سانكس نقط your time كابتن نوها عازي يقول لها شكرا لوقتك يا كابتن نوها فكلمة شكرا لوقتك اللي هنقول لها بقى سانكس for your time سانكس for your time السؤال السؤال لبعضه هودا is a space pilot man ولا في ميل ولا بوي ولا ميل طبعا كلمة من يعني رجل في ميل انسة بوي ولد وميل يعني زكر تمام يبقى هنا هودا دي تكون ها في ميل بايلوت يعني طياء يعني هنا نقول طيارة اللي هي بتسوق يعني أو كابتن طيار تمام انسة ولا زكر ولا رجل طبعا هنطار هنا كلمة في ميل اللي هي معناها ايه انسة السؤال اللي بعده where is he نقط تمام هنا بيسأل على المكان لاني هنا بديني اسم مكان اللي هو روم اللي هو روما تمام في بيسأل بيقول من اين يكون هو لما بنسأل واحد بنقول مسلا ان هو من فين أو انت من فين لما بنسأل واحد بقوله انت من فين بقوله where are you from where are you from where are you from are you هنا بجاء where is he from where is he from يبقى الاجابة عندي هنا مين from السؤال لبعده how is this coffee هنا القهوة طبعا uncountable ما بتتعدش يبقى حقول how often ولا how long ولا how many ولا how much طبعا ها اختار من هنا مين how much يعني كم كمية القهوة do you have التي هي تتناولها السؤال لبعده do you ever space a plane do you ever beel visit fly hell عاز بيقوله هنا هل انت من قبل fly a plane يعني قدت طيارة او طرت بالطائرة فنختار هنا كلمة مين كلمة fly اللي هي معناها يطير السؤال لبعده my uncle عمي lives in space in france عمي بيعيش فين في فرنسا باريس روم توكيو لندن طبعا هنا باريس اللي هي فين ياولاد في فرنسا اما طبعا روم دي اللي هي في ايطاليا وتوكيو دي في اليابان ولندن اللي هي تبع مين انجل طرح فهنا هنختار الاجابة من باريس سؤال لبعده what a space plane it is very nice very nice يعني هي بقى لطيفة جدا يبقى what a bad ولا what a happy ولا what a cool ولا what a cold طبعا هنا نختار what a cool plane يا لها من طائرة رائعة it is very nice انها لطيفة جدا سؤال لبعده do you space in cairo yes i live in ناصر سيتي هنا بيسأل بيقوله هل انت تعيش في القاهرة فرد عليه قال له yes i live in ناصر سيتي انا بعيش في مدينة ناصر يبقى هنا كلمة يعيش اللي هي اسم live do you live in cairo السؤال اللي بعده my uncle was born in not in انجلند عمي ولد فين في انجلطرة في نيويورك لندن cairo جيزة طبعا هنا انجلند هنختار مين معاها هنختار معاها لندن لاني نيويورك اللي في امريكا cairo في مصر وجيزة في مصر السؤال اللي بعده there are space months in the year يوجد نقط شهور في السنة كلمة month اللي هي معناها شهور تمام ما اسم مانس نخلي بانا اولا لشان في اولاد بتنطقها مانس لا هي اسمها لما يكون شهر مفرد بدون اس اسمه month لنطق هنا بقى نقول month تمام انزير فين في السنة يبقى يوجد عندي عشرة ولا احداشر ولا تسعة ولا اتناشر يبقى عندي كم شهر في السنة اتناشر شهر فهنختار كلمة ايه السؤال لبعده ايجو سبيس افري دي انا بذهب الى ايه كل يوم ايجو سوام سويم 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 طبعا ايجو سويم كلمة سويم او سويم تمام اللي هي معناها انا بسبح كل يوم او بذهب الى السباح كل يوم السؤال لبعده هي يوجو لي هاز هز هولي دي ناط او سو ديما او عادة بياخذ الاجازة بتاعته تمام في شهر اغسطس هنا طبعا الشهور بتاخد حرف الجر ايه ان اما ايام الاسبوع بتاخد ان الساعة بتاخد ات تمام ايجو انا اطار هنا كلمة مين ان سؤال لبعده اكتوبر از ايجو اكتوبر يكون ايه ده انا ولا 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 دي طبعا اكتوبر ده شهر شهر اكتوبر شهر عشرة تمام فهنختار كلمة مع السؤال اللي بعده مها زهبت الى تمام في شهر ابريل شي وز زير نقط اويك شي وز زير نقط اويك يبقى هي كانت هناك لمدة اسبوع يبقى نختار كلمة فور اويك فور اويك السؤال اللي بعده هاو نقط وير يو ان لكسور فايف دي رد عليه التاني واحد بيسأل واحد بيقول هاو نقط وير يو لكسور قال له فايف دي يبقى هاو لون يعني كم طول المدة لك اللي انت جاعد افي لكسور فقال له خمس ايام يبقى هاو لون وير يو ان لكسور راح قال لفايف كانوا هناك تمام لمدة اسبوعين شهر يونيو الماضي يبقى هنا خلي بقى نبقى لاص تجون دي دل على الماضي تمام يبقى زي ار ولا زي وير لاني زي ما بتاخدش لووز ولا از بتاخد في الماضي وير وفي المضارع ار هنا بقى انا حعرف افرق امتى بقى اخذ ماضي ولا مضارع بناء على كلمة اللي هي معناها شهر يونيو الماضي فهاختار مين هاختار وير السؤال لبعض سبيس دد هي جوتو هونج كونج ان ابريل في شهر ابريل يبقى هنا سأل عن الزمن وبنسأل عن الزمن بوين متى متى هو ذهب الى هونج كونج راح قال لي امتى في شهر ابريل فكلمة متى اسمها وين طبعا وير معناها اين وها وكيف وها ولونج كم طول المدة وين معناها متى سؤال لبعض انت تستطيع ان تزور المتحف كل يوم انه مفتوح يوميا طالما بتزوره كل يوم يبقى مفتوح يوميا كلمة يومين اسمها ديلي سؤال لبعضه مصر تكون واحدة من تمام في العالم سؤال لبعضه الكتاب يكون ايه في هذا المحل او محل لبيع الكتب او تصايد ولا ديلي ولا افيلابل ولا اوفر سيز اوفر سيز اللي هي عبر البحار يعني وافيلابل معناها متاح ودلي يوميا واو تصايد بالخارج يبقى زبوك از افيلابل الكتاب يكون متاح انزز بوك شوب في هذا المعرض الكتابي السؤال البعض هو ايه سيارة لمدة اسبوعين زار سيارة استأجرها بلايد لعبة فلو معناها طارة وده التصريف التاني من الفعل فلاي لان فلاي ده فعل شاز تمام فهنا هنختار هي ايه هي رنت اكار يعني هو استأجر ايه سيارة السؤال البعض الجاز دي تكون نوع من ايه من الدواء او الطب ولا فروت الفكهة ولا الخضار ولا موسيقى طبعا موسيقى الجاز فدي نوع من انواع الموسيقى اللي هي موسيقى السؤال اللي بعد لا ايه تذهب الى الشاطئ انه منعش او رائع هقوله لا تتذكر ولا لا تنسى ان تذهب الى الشاطئ انه رائع فهنا لا تنسى ان تذهب الى الشاطئ منعش فالإجابة عندي هنا فورج السؤال لبعض وين د هي سبا لندن هنا في د نخلي نخلي بنا ياولاد طالما هنا في عندي قلت د او د او د سيكون عندي مصدر على طول بدون نقاش هنا في فاعل بعد الفاعل المساعد الفاعل الفاعل الاساسي الفاعل الاساسي هنا مين جو وين د هي جو ما يجيش نخلي بقنا يعني ما يجيش الولد او البنت من يشوف هي وعلى طول ياخد الفاعل لا هنا نخلي بقنا ده سؤال وفي د يبقى لازم ينزل مصدر في الاجابة بقى يعني هو بيقول لي لندن متى هو ذهب لندن لما اجي يجاوب بقى هقول هي جو تمام لا سوري مش هنقول هي جو برضو هنقول هي وين لي لان السؤال في الماضي في د لكن لو قلي مثلا بضز هنا لو قلي وين ضز هي جو تو لندن متى هو بيذهب الى لندن يبقى هنقول هي جو س تول لندن وكمل اجابة عادي لكن هنا طالما د يبقى الاجابة هتكون في الماضي برضو من وين بس هنا الفعل ينزل فين في المصدر السؤال بعد شهر مايو ويونيو واغسطس يكون طبعا لسه بقول هوا شهر يعني دون شهور شهر ينا مايو وشهر يونيو وشهر اغسطس دون شهور فكلمة شهور اسم هي من لان ديز ايام ويرز سنوات وويكس معناها اسابيع السؤال لبعده خالد يعني خالد استطاع ايه الفراشة هنا بقى مصدر هما كلهم مصدر يبقى خالد استطاع ان يمسك الفراشة سؤال لبعده علي نقط طبعا علي كونا الكثير من الاصدقاء او كثير من الصدقات في المدرسة تمام يبقى نقطع لها كلمة ايه كلمة ميد بكده بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو ياريت اخوانا ما ننساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله سيكون للصف الاول الاعدادي وبعد منه الصف الثاني الاعدادي وان شاء الله هنكمل بعد كده شرح للوحدات وان شاء الله هنعمل مراجعات تاني ان شاء الله ما ننساش تفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة مع تمنيات الجميع بالتوفيق مستر خالط ضايع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة